ترك الأطفال خارج النرويج لم يبحث عني أحد أو يفعل ما يلزم نورا ذات السبعة والعشرين عاماً تروي قصتها في حلقة بحث أقيمت بالتنسيق مع جمعية فوت فري وليم في الصيف قدمت إلى محطة تلفاز إن أركو وكانت أول من تحدث عن الكابوس الذي عاشته حين تم تركها في الصومال أخبرت بأنه تم حبسها لمدة سنة في مؤسسة وأنها تعرضت للعنف نفت العيادة الطبية هذا هذا ولد العنف داخلي ضد من؟ ضد الجميع ضد أمي أنا في حلقة البحث حصلت على اعتذار عن أنه لا أحد منع حدوث هذا أود الاعتذار بالنيابة عن البرلمان والدولة النرويجية عما تعرضت له مهمتنا أن نمنح جميع الأطفال تنشئة آمنة وصحية بحيث يتمكن من الخروج واللعب أنت لم تحصل على هذا تقترح الحكومة العديد من الإجراءات لمنع ترك الأطفال واليافعين وإرسالهم إلى مدارس القرآن سوف نوفر إرشاداً إلزامياً للآباء على الآباء من خلفيات مهاجرة أن يعلموا ما ننتظره منهم وكيف يربي المرء طفله سوف ندرس وضع نظام للمساعدة ونرى ما هو الخلل ثم نقوم بالعلاج كما ستقوم الحكومة بتسهيل مصادرة الجوازات لمنع السفر إلى الخارج ترجمة نانسي قنقر